هذا ويواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول شاحنات المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة بالإضافة لدخول شاحنات الوقود كما يواصل المعبر استقبال الجرح والمصابين لتلقي العلاق بالمستشفيات المصرية مئتي يوم مرت على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مدة طويلة لم تتوانى مصر لحظة خلالها عن دعم الأشقاء الفلسطينيين من خلال هذه البوابة التي لم تغلق يوما واحدا فكان معبر رفح البري النافذة الإنسانية لإغاثة من تبقى على قيد الحياة فهذه بوابة دخول شاحنات المساعدات حيث دخل من خلالها آلاف الشاحنات والأطنان من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية منذ الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي وبلغ حجم المساعدات المصرية منها أكثر من ثمانين بالمئة وتلك بوابة خروج المصابين والجرحة والتي كانت شاهدة أيضا على خروج آلاف المصابين لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية لتبقى هذه البوابة شاهدة على الملحمة المصرية تجاه الأشقاء الفلسطينيين وبعد مرور مئتا يوم على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة تواصل مصر جهودها في إدخال المساعدات الإنسانية واستقبال الجرحة والمصابين بالإضافة لجهودها السياسية التي تسعى من خلالها لوقف إطلاق النار جهود تؤكد دعم مصر لقضية العرب الأولى دائما وأبدا حتى تعود الأرض لأصحابها محمود جميل التلفزيون المصري